العواصم العربية في خطر الأمة العربية في خطر الدول العربية في خطر الشارع العربية في خطر الشعوب العربية ربما لا تقرأ من التاريخ ولا تقرأ من الجرافية ما يحكم وما تحكم بها قراءة اللحظة الراهنة ما أسوأ تلك اللحظة وما أصعب تلك اللحظة وما أكثر اللحظات التي تعيش هذه الأمة من كارثة إلى كارثة من مصيبة إلى مصيبة من دولة بتتفتت إلى دولة أخرى بأكثر تفتتا من دولة بتتمزق إلى دولة أخرى أكثر تمزقا ما يجري في المنطقة العربية منطقة ملتهبة منطقة مشتعلة منطقة بها أحزمة نارية منطقة عربية أو منطقة شرق أوسطية أستطيع أن أقول أنها مفخخة بعد مائة عام من اتفاقية ساكس بيكو هذه الاتفاقية التي كانت بين أنجلترا وفرنسا على تقسيم النفوذ في المنطقة بعد مرور قرن من الزمان على هذه الاتفاقية بيتم ابتعاث الاتفاقية بشكل جديد برؤى جديدة بتوافقات جديدة أيضا في غياب العرب في ظل اتفاقية ساكس بيكو 1916 من زمائة عام وسلاسة حتى هذه اللحظة والعالم العربي ربما لم يقرأ جيدا المنطقة العربية لم تقرأ جيدا إلا ما ندر في بعض فترات التاريخ ما يحاك لها ما يخطط لها بعد مرور مائة عام على اتفاقية ساكس بيكو بيتم رسم خريطة جديدة رسم صورة جديدة لهذه المنطقة المنكوبة هذه المنطقة التي أراد لها أعدائها بأياد أبنائها أرادوا لها كل هذا الخراب كل هذا الخراب لا يتم بجيوش انجرارة كما كان يحدث من قبل عندما احتلت انجلترا مصر 1882 بعد هزيمة عرابي ورفاقه في التل الكبير بعد دخول القوات الفرنسية إلى سوريا ولبنان بعد دخول القوات الهولندية إلى أكثر من بلد أفريقي بعد دخول القوات الفرنسية إلى تونس والجزائر بعد دخول القوات الإيطالية إلى ليبيا كل هذا كان بجيوش انجرارة هذه المرة ليست بجيوش انجرارة وإنما عبر أنامل بعض أبناء هذه البلدان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيتم غزو جديد بيتم إعادة ترسيم الحدود وإعادة رسم الخرائط بشكل جديد عبر وسائل جديدة ما كانت تخطر ببال الشياطين فيما مضى الآن بيتم رسم خريطة جديدة للدول بحدود الدول بشكل جديد دون أن تتحرك قطعة عسكرية واحدة من هذه الدول إلى منطقتنا العربية المنكوبة أذكر الجميع بأنني لا أقول مقدمات فطفاضة ولا أقول مقدمات تنظيرية فما يجري في منطقتنا العربية يدعو للحذر ويدعو للغضب ويدعو للانتباه أتذكر وأذكر بأن رئيس هذه الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في غير مرة في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة تحدث عن مفهوم الدولة الوطنية تعرض الدولة الوطنية ومفهوم الدولة الوطنية إلى الخطر تفكك الدولة الوطنية أو تفكيك الدولة الوطنية أصبح هدفا هذا الهدف بيديره هؤلاء الذين لا يظهرون في الصورة فكرة تفتيت الدولة الوطنية فكرة تجزئة وتفتيت وكسر الجيوش الوطنية فكرة استعمارية جديدة بمفهوم جديد اللي بيقدمها بيقوم بيها أبناء الدول في هذه المنطقة المنكوبة ما يجري الآن في لبنان ما يجري الآن في لبنان المنكوب ما يجري الآن في لبنان من تظاهرات ما يجري الآن في لبنان من تشرزم من تشضي من فرقة بتعكس التحذيرات المصرية على لسان الرئيس المصري في الأمم المتحدة في منظمة أو الاتحاد الأفريقي في أكثر من مناسبة ومنتدى ينادى الرئيس دوما لشعوب المنطقة بالانتباه من أن هناك من يخطط لتفتيت الدول وهناك من يخطط لكسر الجيوش ربما ما يجري في لبنان الآن من تظاهرات شاملة وعارمة بعد حرائق ملتهبة أتت على الأخضر اليابس في هذه الدولة العربية المنكوبة